هناك حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما توادثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما يعني سبب الاختلاف بين الناس في النهاية يرجع إلى معصية إلى معصية إلا بذنب يحدث أحدهما فتقوى الله فيها الوقاية من الذنوب كل واحد يتوب إلى الله لو كل واحد من الزوجين مثلا قال لي صاحبه نحن الآن اختلفنا كل واحد منا يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ونستغفر له ونصلي ركعتين نستغفر فيها ربنا ثم الله يصلح بيننا تنصلح الأمور لكن كل واحد يصر على ما هو عليه لأن في الحقيقة هذا الاختلاف بين الناس في الغالب يكون بسبب عدوان على حق أخيك أو عدم إعطاء أخيك حقه وهذا الله أمر به فأنت مقصر مع الله وما تحقق تقوى الله بل وقعت في ذنب ولذلك حصل ما حصل فبتقوى الله بإذن الله تذهب هذه الاختلافات والنزاعات فأصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ترجمة نانسي قنقر